لذاك الحلم المنتظر لم يأبه إلى كلل ولا تعب فالحلم منه قد اقترب فسطام الحربي أحد ذوي الهمم وهو الذي شارف على التخرج من جامعة القصيم والتي يأتيها يوميا من مركز جبه شمال شرقي القصيم قاطعا 300 كيلو ذهابا وإيابا ليصور الإرادة بأبهى صورة وبهمة لا ترضى بغير القمة طموح سطام يتركز إثبات وجود ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم شريحة فعالة قادرين على العطاء وقادرين على إثبات وجودهم بالمجتمع لا ما أعتقد ليش لن قدامي هدف وإذا شفت الهدف يهون التعب سطام لا يستطيع أن يكتب حرفا لكنه يملك عقلا يطوع به الحرف علما سطام لم يكتفي بالأمان خيالا بل حولها وصنعها واقعا حيا جعل حياته كما يريد لكما تريد الظروف عشك الأصحاء يومه فلم يجعل الإعاقة عذرا في قموسه أبرز الصعوبات طبعا أنا مخفيك أنا معفي من الكتابة لا أستطيع الكتابة فأحيانا تكون تلقي لمحاضرة اجتماعية أكثر من هي كتابة طالب كأي طالب وننصح ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم يعاملوا أنفسهم كأي إنسان عادي يعني ما يفكرون بأي معوقات صدقني راح ينجحون ميزة كلية الاقتصاد والإدارة أن نعمل كفريق واحد من الشهد أكاديمي إلى أعضاءها التدريس إلى جميع منسوبين الاقتصاد والإدارة يعملون كفريق واحد سطام أجمل مثال يحتذى فالأعذار لا تبني والإنهزامية لا تجدي فلن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراء للإخبارية سامي الشبرومي القصيم اشتركوا في القناة وينضم إلينا من الطائف المهتم في قضايا ذوي الإعاقة أحمد زايد مساء الخير أستاذ أحمد أبدأ معك أستاذ أحمد بالتأكيد أنك شاهدت قبل قرير التقرير عن استطام الحربي الشاب الذي لم يجعل بالتأكيد الإعاقة عذراً بل جعل منها تحدياً وإسراراً وأيضاً عندما يقطع هذه المسافة 300 كيلو متراً أو 300 كيلو متراً يومياً من بلدته إلى جامعة القصيم وبعدها عند التخرج لا يجدوا عملاً تفضل السلام عليكم مساءكم الله بالخير مساءك رب النور تسمعني؟ أسماعك تفضل مثل سطام كثير كل الأشياء الدورية أقص سطام ما شاء الله تبارك الله درسنا وتخرجنا وآخر شيء تفاجئنا مشوق العمل في أسباب كانت سابقة لعندنا اللي هي أسباب مجتمعية وأسباب نفسية وأسباب اقتصادية لكن الآن صراحة وزارة الأمل هي الآثرة الوحيدة اللي أمامنا أحنا كاش خاشدها بيعاقة يعني هل هناك أسباب أخرى؟ فعندهم الآن برنامج اسمه برنامج موأمة برنامج موأمة الآن هو يمكن يكون السبب اللي قاعدين يعاني منا أحنا مو بس قاعدين يرفض توضيط دوري قاعدين يفصلون من وظائفهم بسبب برنامج موأمة برنامج موأمة برنامج أنا أتبرى برنامج بس يدخل في نفس الوزارة الأمل دون النظر لأي اعتبارات أخرى طب هذا البرنامج الموأمة اللي تحدثت عنه في أي أقسام العمل أو في أي قطاعات؟ في وزارتنا برنامج موأمة هم برنامج في ظاهرة الرحمة وإنه يقف مع المواقع لتوفير بيئة مناسبة لتوظيف ذوي العاقة لكن هو بالعكس يعني هو صحيح أنه يطالب المنشأة أنه يكون عندها برامج توظيف أنه يكون عندها تهيئة مناسبة لذوي العاقة تقريبا ثمان ماير هي مهمة في برنامج موأمة لكن بالتالي لازم الشركة عشان تاخل شهارة موأمة لازم تدفع مبلغ مالي لوزارة الأمل سنويا تدفع عشان تحصل على شهارة موأمة وترفض أنها توظف مواقين لأن الشركة لماذا تريد توظف مواقك؟ تريد توظف مواقك كموظف ومقابل أربع سعوديين هذا البرنامج وقف الشيء هذا ولكن هذا البرنامج الموأمة أطلقته وزارة العامة لتحفيز المنشآت على تأمين أو على توطين الموظفين ذوي العاقة هو في الأساس ما حفز هو ما حفز هو الآن قاعدين المعاقين في سنويا وظيفين المعاقين وظيفين يعني الآن قاعدين في سنويا وظيفين لأنه خلاص الشركة تقول الشركة اللي كانت تقول إحنا نوظف المعاق لأنه إنا مؤمنين في قدراته وكذا الآن بانت الآن بانت لأنه ساروا معاقين لنحس بواحد فقاعدت خاصة ما أبغى طب الآن رسالتك لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مستد أحمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعني شوية أتأكل اشتشير لنشحات ذوي عاقة اللي في المجال اللي الموظفين السابقين يعني موه بس أنت تجيبين قرارات من عندك وتتخذينها إلى الآن أحنا نقاني من وزارة العمل ما في باب لتوظيف ذوي عاقة ما في يعني عندنا باب توظيف المرأة عندنا باب تشغيل المرأة باب لتشغيل الأحداث ما في باب لتذكير ذوي عاقة طب كيف رأيتم طريقة التعامل معكم سواء من وزارة العمل أو من القطاعات الأخرى منين شب القطاعات الأخرى خلنا تكلم عن وزارة الخدمة المدنية مثلا ما عندها شيء لتوظيف ذوي عاقة يعني المعاق لما يروح يقدم الوزارة الخدمة المدنية قالوا لننتظر مثلك مثل غيرك لو جاء له الدور و لو جاء له شيء طالبه بكشف طبي كشف المستشفى قالوا غير لايق راحت شهاداته وراحت المعارضة اللي عندها الفاضي يعني هذه أحد الصعوبات التي تواجدها وليعاقة في سوق العمل أحمد إحنا إذا نتكلم عن التوظيف بشكل عام هذه أحد الصعوبات لكن سوق العمل هذه مختصة في وزارة العمل يعني ما عندهم أي تسهيلات لكم وزارة العمل؟ وزارة الخدمة المدنية أيضا والله يا شيخ يعني أنا من 2011 أنا من 2011 في مجال توظيف ذوي عاقة كلما مشينا شوي كلما قلنا الوضع صار أحسن نرجع عاشر خطوات ورا أو أكثر بسبب قرارات تجيب لوزارة العمل وزارة العمل عندها شيء اسمه التوطين الموازي التوطين الموازي بدل الشركة ما توظر سعوديين سواء مواقعين أو سليمين لا الشركة ترفع فلوس لوزارة العمل وترفع لوزارة العمل عندها من نسبة السعودة طب لو هذه السعودة الوهمية للنظامية اللي قاعدت تشتغلها وزارة العمل يعني فيه سعودة وهمية وفيه موظف معاق وهو ليس أصلا متواجد لا 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 كان فيه النقطة هذه كانت فيه ومو أمام موجود عشان نرغي السعودة الوهمية اللي هي فيها أشخاص من ذوي عاقب موظفين لكن الآن عند وزارة العمل النظام اسمه التوطين الموازي التوطين الموازي إشان تدفع فلوس لوزارة العمل ووزارة العمل تعطيها النقاط في السعودة فهمت فهمت أحمد يعني وزارة العمل قاعدت تستفيد فلوس طب خلنا خلنا نتكلم عن حلول أحمد يعني دام متمكين القوى العاملة للأشخاص طول اللعاقة للعمل أيضا في القطاع الخاص أو القطاع العام يعني كيف من الممكن أن نعمل على ذلك ما هي الحلول برأيك أستاذ أحمد أنا ما أقول لك حاجة ترى أكثر دولة تصرف برامج على توظيف ذو رئاقة عندنا في السعودية بسبب مزارة العمل نعم يعني قاعدين قدون برامج صح بس ما منها أي فائدة لأن مزارة العمل عندها برنامج هدف عندها تنمية المواد البشرية عندها توافق عندها برامج كثيرة لكن تقول لهم مش مخرجات كنتم مش مفائدة منكم ما فيه هناك شبكة وساطة بعض الأحيان نحاول أن نستفيد من عندهم نرسلهم المواقعين يرجعن المواقع بخفيه هنين يعني ما فيه فائدة نعم سوف نحاول أستاذ أحمد إن شاء الله مع وزارة العمل أن نتحدث عن هذا البرنامج برنامج مواقع ونشوف ما هي ردهم عن هذا البرنامج كان معنا من الطائف المهتم في قضايا ذوي العاق أحمد زايد شكرا جزيلا